أطفال سوريون وعرب وأتراك جمعتهم مساحة خضراء ومنافسات رياضية وأمال اليافعين بغدا أفضل دوري نجوم الغد بطولة رياضية نظمها في اسطنبول المنتدى السوري بالتعاون مع بلدية بايرن باشا بهدف خلق فرصا لتبادل الخبرات والتعاون بين الفتية العربي والأتراك تطورت هذه الفكرة من أربع سنوات لدى بداية أكاديمية نجوم الغد الذي أسسها المنتدى السوري في اسطنبول لعمل دوري يجمع بين الطلاب السوريين في مختلف مدارس اسطنبول والفرق المختلفة التي تدرب الشباب اليافع وتطورت هذا العام بأنه جاءت بمدارس تركية ومدارس دولية أخرى لمزيد من التآخي والتواصل والمحبة بين هذه المدارس الهدف من هذا الدوري هو جمع السوريين هوات الكرة القدم واللاعبين الناشئين والفتية في أرض هذا الملعب وإقامة دوري بين الفرق لتكسب إحدى الفرق كما يتم في المباريات الرياضية بنفس السيستم الذي تقام به المباريات الاحترافية لا تتوقف طموحات المنظمين على الاختلاط بين المشتركين بل يسعون إلى دمج التربية بالرياضة وإعادة الحافز لبعض الفتية السوريين بعد انقطاعهم عنه لسنوات غير الفرق المدرسية في فرق المتسربين من المدارس استطعنا أنه نجمع طلاب المتسربين من المدارس لإعادة دمجهم بالعملية التعليمية عن طريق كرة القدم صار اندماج كامل الدوري صار بخص العرب والأتراك بدوري واحد بيقوم لمدة شهر وعشر تيام متواصل يوميا بحيث شارك عشرين مدرسة في منها مدارس عربية في منها دولية في منها مدارس تركية وبالإضافة للسوريين اللي هن موجودين بالمدارس كلها بشكل عام هي المرة الأولى التي نلعب بها مع فرق أجنبية نتوقع أنها ستكون تجربة جيدة ومميزة هاي السنة التالتة نشارك فيها قبل بالسنة طلعنا بالنهائة والسنة الماضية أخذناها الحمد للارب العالمي وهي السنة إن شاء الله محضرين كتير منيح وإن شاء الله نقدر ناخدها لأن فيه فرق قوي هاي السنة هي بادرة كويسة من المسؤولين وأنا بإسطنبول أن يجمعوا هاللاعبين هدولي السوريين وبعض الفرق العربية حتى من العراقيين من جزائريين فهي بادرة كويسة جدا جدا نحن في الأصل في بلدية بيرانباشا نعيش مع إخواتنا السوريين لتشارك معهم المكان وتفاصيل الحياة سيتم تكريم أبطال هذا الدور وسيكون لنا دورة في السنة القادمة بين الاندماج وكسر العزلة والإنهماك بخلق مسارات وحلول للحياة في بلاد اللجوء يبقى الطوق السوري إلى الآخر وتبعا لخبراء اجتماعيين جزءا من حقيقة الهوية السورية الجديدة المنفتحة على العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر